تشهد الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في جميع أنحاء العالم تحولا ملحوظا في طرق تمويلها ودعمها ويعتبر الاستثمار الملائكي إحدى الطرق الحديثة التي تثير اهتمام المستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة في مراحلها المتقدمة وفي البحرين يلعب الاستثمار الملائكي دورا كبيرا في تعزيز التنمية الإقصادية ودعم الابتكار والريادة وخلق فرص العمل الاستثمار الملائكي مسمى يمنح للمستثمرين ذوي الدخل المرتفع إذ يوفر الدعم اللازم لدفع الأعمال إلى النور مقابل حصة في مشروع ما الاستثمار الملائكي كان شيء يديد في الوطن العربي وفي 2011 ما شاء الله 16 تاجر مساهم حطوا مبلغ مليون دينار وقالوا بيستثمرون في الشركات الناشئة طبعا هو استثمار جريء نستثمر في الرائد العمل نستثمر في الفاوندر نفسه أكثر من ما نستثمر في الشركة لأنه هو رائد العمل وهما أساس الشركة وهما اللي بيقدرون يطورونها أو بيعدمونها يعتبر الاستثمار الملائكي أقل خطورة من التمويلات الأخرى حيث لا يتعين سداد رأس المال المستثمر في حالة عدم نجاح المشروع ويعد صاحب فكرة المشروع مالكا جزئيا له حيث سيكون للمستثمر الملاكي الخاص به رأي في كيفية إدارة العمل طبعا نحن نلتقي برائد العمل وفكرته وشاركته نشوف شكال دياب مبيعات شن فكرته هل بيمكن أن يتوسع شن التطبيقات أو التكنولوجيا اللي هو قاعد يستخدمها وهل هذه تكنولوجيا تواكب العالم الحاضر ومن خلاله نحن نقيمه ونعطيه الدعم المادي ونستثمر فيه ونأخذ حصة في شركته من المعترف به على نطاق واسع أن نظام الاستثمار الملائكي له العديد من الفوائد الاقتصادية الهائلة والتي يمكن الاستفادة منها فهي تعد من العوامل التي تساهم في اقتصادات الدول لتتحول إلى اقتصادات مبنية على المعرفة والانتاجية والتنفسية والعالمية